تماكن المتدربون من متابعة تكوينهم عن بعد عبر منصة تيمز والتي سجلت أزيد من 300 ألف حصة تكوين على الصعيد الوطني وعلى مسوى الأقاليم الجنوبية تم تجيل على مسوى هذه المنصة التي تقدم منذ 19 مارس الفارض عدة تكوينات عن بعد المتدربين أزيد من 16821 حصة أي ما يعادله 41905 ساعات وبمعدل حضور فاق نسبة الثمانين بالمئة كما تم وضع في متناول الطلبة مكتبة رقمية محدثة منذ مسهل سنة التكوين والتي توفر للمتدربين الولوجة لأكثر من 40 ألف مؤلف مرجعي تغطي مختلف المجالات مع تسجيل قراءة ما يناهز مليوني صفحة وفي السادس من أبريل الماضي تم إطلاق منصة مرجعية للتعلم عن بعد موجهة لتعلم اللغات الأجنبية كالفرنسية والإنجليزية والإسبانية تسهدف 280 ألف متدرب وبشأن تقييم المتدربين سيعتمد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إجراءا يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص مع أخذ السياق الراهن بعين الاعتبار طبعا سيتم إلغاء امتحانات الانتقال على اعتبار أن نجاح المتدربين سيعتمد على نقاط المراقبة المستمرة وعلى تقييم نهايات المجزوءات حضوريا مع الامتثال لتقديرات مجلس القسم والإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من الدروس الافتراضية وذلك على أبعد تقدير بالتاريخ يوليوز 2020 كما أن برنامج تكوين السنة الثانية سيعزز بامتحانات استدراكية بدءا من السنة المقبلة ويتعلق بالمهارات الأساسية المقترحة في السنة الأولى والتي لم يتم تلقينها على اعتبار ظروف الحجر والتي لم يتم تلقينها أخدا بعين الاعتبار ظروف الحجر أما بالنسبة لامتحانات نهاية التكوين فستشمل فقط المجزوئات التي جرى تدريسها حضوريا قبل الحجر في حين ستجرى امتحانات التقني المتخصص وتقني التأهيل خلال شهر شتنبر المقبل كما من المرتقى باقتراح حصص للمراجعة قبل شهر يونيو الجاري على منصة تيمس أود أن أغتنم هذه الفرصة لأحيي الجهود الهائلة والتعبئة القوية لكل هيئات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وكذا الجهود التي يبدلها المكونون والأطر التقنية البداغوجية والمدربون لإنجاح العملية في إطار دينامية تنشد التجويد المستمر ويقوم بإطار دينامية تنشد التجويد المستمر